قبل كده تكلمنا في حلقة العين عن أجزاء العين في المجمل ولكن النهاردة هنخش في تفاصيل أكتر بخصوص تحديدا الشبكية لأن الموضوع ده هنفعنا هنعتبره مقدمة لحلقات قادمة إن شاء الله في المستقبل هنتكلم فيه عن الشبكية وبعض مشاكل الشبكية وفي نفس الوقت كمان جايز يفسر بعض الحلقات السابقة زي مثلا حلقة الـ PVD أو الانفصال الخالفي للجسم الزجاجي واللي ما شافاش بيرجع لها حلقة إن شاء الله ما تكونش طويلة ولكن مهمة بإذنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكوا جماعة عاملين إيه معكم محمد الشام ودي قناتي قناة إن شات هنتكلم عن تفاصيل أكتر بخصوص شبكية العين احنا تكلمنا قبل كده عن الجزء الخالفي أو الجزء الكبير من العين اللي هو البياض بتاع العين احنا لو مسكنا بياض العين ده بقولنا قبل كده أنه هو طبقة من عبارة نسيج صلب من الكولاجين والفايبرستيشو أو النسيج التلايوفي أو المتلايف يعني نسيج ناشف لحماية العين يبتدي من جوة نبني يعني إحنا دايما وإحنا بنتكلم في الحلقة دي أي حاجة بنقول خارجي دايما بيكون معناها نحية متصلبة العين أو الصلبة أو الجزء الصلبة اللي هو الأبيض بتاع العين وأي حاجة بنقول عليها داخلي هيكون نحية الجسم الزجاجي أو داخل مركز العين فاحنا هنبتدي نبنيها واحدة واحدة علشان نعرف طبقات اللي إحنا هنمشي عليها من أول طبقات خلصنا المتصلبة هيبقى في طبقات اسمها الكورويد أو المشيمية الكورويد ده النسيج اللي بين الراتنا والسكليرا أو المشيمية هو النسيج اللي بين الشبكية من الداخل والمتصلبة من الخارج الكورويد ده هو عبارة عن نسيج دموي مهم جدا فيه تغذية الشبكية تحديدا الجزء التلت الخارجي من الشبكية ده تشريحيا ولكن فيسيولوجيا هو بيدي تلتين احتياجات الشبكية تلت الفيسيولوجي أو التلتين التشريحي للشبكية الداخلي بيتم تغذيته من شريان اسمه central retinal artery أو الشريان الشبكي المركزي ده ممكن هنعمله حلقة لأن ليه يعني مرض اللهم معافق جميعا ليه خصاصة معينة هنبقى نتكلم عليه فيما بعد ولكن طالما تطرقنا على التغذية للشبكية يعني لازم نجيب سيرة الكورويد فلازم نجيب سيرة central retinal artery لكن نرجع للكورويد الكورويد ده نسيج دموي هو مبطن للمتصلبة بتاعة العين يعني بيكمل الدم على اليوفية المهم مش هنخش يعني هنبقى نتكلم على نسيج نسيج بالتفصيل ولكن هو متقسم تحت الشبكية بنا بقول تحت الشبكية أو خلف الشبكية اللي هو وأمام المتصلبة هو عبارة عن أربع طبقات الطبقة الرابعة هو غشاء في ناس بتحسبه تبع المشيمية وفي ناس بتحسبه تبع الشبكية ولكن هو الأقرب تبع المشيمية أو الكورويد ده أربع طبقات دول عبارة عن أوعية دموية الطبقة الأولى أوعية دموية كبيرة بعد كده متوسطة بعد كده طبقة الشعيرات الدموية أو الكوريو كافيلاريس بعد كده آخر طبقة اللي بينها وبين الشبكية على طول زي ما بقول بين الشبكية وبين المشيمية طبقة أو غشاء اسمه البروكس ميمبراين أو البروكس ميمبراين بيتنطق كده وبيتنطق كده هو عبارة عن غشاء زي ما نقول خلاص المبطن أو غشاء بين مشيمية والشبكية نبتدي نبني من بعد كده لأننا بنبني عمارة كده هي عبارة عن عشر طبقات يعني الشبكية دي عبارة عن عشر طبقات الطبقة الأولى اللي فوق البروكس ميمبراين أو البروكس ميمبراين طبقة اسمها الـ RPE أو Retinal Pigment Epithelium رتنة اللي يعني شبكي وبيجمنت يعني صبغي وإبيثيليم يعني نسيج مبطن يعني النسيج مبطن الصبغي الشبكي ده تفسيصي يعني أنا فصصته كده معاك الفكرة كلها أنه هو عبارة عن صف واحد من الخلايا مربعة مرصوصة يعني قفلة كده مع بعض جنبا إلى جنب دي زي الأساس بتاع الأمارة مهمة جدا أنه هي يعني ليها دور في حماية الشبكية وطبقات الشبكية من الخارج معا أن ليها دور أنها صبغية فبتساعد على امتصاص الدوق أو أن هي تجذب الدوق وطبعا ده علشان يتسلط على الفوتو ريسابترز أو مستقبلات الدوق اللي هي الطبقة اللي هنتكلم عليها فيما بعد اللي هي هنبني عليها بعد الـ RPE يعني طبقة الـ RPE دي أول طبقة نخش بعد كده على طبقة الفوتو ريسابترز اللي هي الرودز والكونز اللي هي مستقبلات أو حساسات الدوق كنا تكلمنا عن رودزو كونزو وفي حلقة هو إحنا زي بنشوف إبقوا أرجعوا لها وإن شاء الله ممكن نتطرق لها برضو تاني هذا كده في حلقات أخرى ولكن يعني الفكرة كلها إحنا دلاتي بنركز في طبقات الشبكية البروكس ميمبراين أو البروكس ميمبراين طبقة واحدة من الـ RPE أو الـ Retinal Pigment Epithelium يتبني عليها مستقبلات الدوق عبارة عن الفوتو ريسابترز بعد الفوتو ريسابترز في حاجة اسمها الأوتر ليمتينج ميمبراين وزي ما قلت أوتر أنا دايماً بنتكلم على أي حاجة خارجية أوتر يعني خارجي يعني أوتر ليمتينج ميمبراين يعني الغشاء المحدد الخارجي طالما خارجي يبقى ناحية المتصلبة مش ناحية الجسم الزجاجي ده عبارة عن جلايل تيشو أو يعني زي ما نقول مصفة كده من الجلايل تيشو دايماً أي كلمة جلايل يعني هو نسيج عصبي ولكن ليس له مهام عصبية هو مهام حماية في الأكثر مش يعني زي ما نقول كأنه Fibers Tissue أو نسيج متلايف ولكن في النسيج العصبي مش النسيج العادية وهو كأنه نسيج عصبي وليس له مهام عصبي الأوتر ليمتينج ميمبراين أو النسيج المحدد الخارجي نسيج معدي بس أجزاء من الفوتو ريسابترز يعني الفوتو ريسابترز دي طبقة ولكن زي ما تقول مادة راسة طلع بالنواية الخلايا معدية من الأوتر ليمتينج ميمبراين وطلع عملة طبقة الرابعة اللي اسمها الأوتر نيوكلير لير أوتر برضو خارجية نيوكلير يعني جاي من نيوكليوس أو نواة فالطبقة النواتية الخارجية وطبعا طالما فيه أوتر يبقى فيه إنر فدي الطبقة الرابعة نعيدهم في الآخر ولكن عشان ما عودش عيد وزيد ولكن خلصنا بعد كده المستقبلات الدوق دي عدت من الأوتر ليمتينج ميمبراين بدمغها اللي فيها عبارة عن نواة ويمكن أوريكي صورة من كتاب عندي برضو اسمه لانجة حاول أحط الصورة أولا هوريها لكم دلوقتي بعد ما نخلص نشرح عليها سريعا هتوضح لكم أكتر هطلع الأوتر نيوكلير لير الأوتر نيوكلير لير دي عبارة عن نواة النواة دي طالع منه بقى هنخش على سلوك حاجة اسمها أوتر بلاكسي فورم لير جاي من بلاكسس أو يعني تشابك عصبي المهم التشابك العصبي الخارجي طبقة التشابك العصبي الخارجي دي عبارة عن زي ما نقول السلوك أو الأسلاك اللي طالع من النواة دي كل الكلام ده أعصاب احنا كل ده عايزين نوصل صورة فمن مستقبلات الدوق في نواة النواة دي مطالع منها سلوك السلوك دي بتعمل تشابك أولي معه علشان هتودينا لطبقة أخرى اللي هي الانر نيوكلير أو الطبقة النواتية الداخلية يعني ابن عبد الأوتر اللي كانت عبارة عن نواة بتاعة الفوتو ريسابتر أو مستقبلات الخلايا هنخش على الانر نيوكلير اللي هي عبارة عن نواة أو الخلايا بتاعة حاجة اسمها هوريزونتل وبايبولر وأماكراين سالز المهم هي عبارة عن خلايا مسؤولة عن تنظيم الإشارات العصبية علشان الصورة توصل فدي بتعمل النواة بتاعتها بتعمل الانر نيوكلير لير طالما قلنا انر نيوكلير هيبقى فيه بعديها انر بليكسي فورم الطبقة التشابك العصبي الداخلي اللي هي عبارة عن السلوك بقى اللي طالع من النواة دي كلها توصل تلزق فيه طبقة تانية بس مش هنسميها بقى نيوكلير هي فعلا خلايا تانية اسمها جانجليون سال والطبقة نفسها مسمى على اسمها الجانجليون سال لير الجانجليون سال لير دي عبارة عن الطبقة اللي فيها خلايا اسمها مالتي بولر جانجليون سالس دي زي ما نقول كده هي اللي بتجمع كل بقى داتا وتحاول تزبطها التزبيط الأخيرة اللي هتروح للمخ عن طريق العصب البصري طبعا هتوصلها ازاي عن طريق العصب البصري عن طريق الطبقة اللي بعدها هي خلاص عملت طبقة الخلايا دي في حاجة اسمها بقى نيرف فايبر لير او طبقة الألياف العصبية اللي هي عبارة عن السلوك اللي لما هتتجمع كلها من الشباكية كلها هتبتدي تعمل العصب البصري زي ما كنا شرحنا في العين زي الضفيرة بتاعة الكهرباء اللي هي هتودي فهي عبارة عن السلوك بقى اللي طالع من الجانجليون سال لير دي كلها بتعمل حاجة اسمها نيرف فايبر لير دي الطبقة التاسعة وهنتكلم على الطبقة الأخيرة حاجة اسمها ال اي ال ام او ال انترنل لمتنج ممبرين زي ما احنا كنا قولنا الاوتر لمتنج ممبرين الغشاء المحدد الخارجي ده بقى الغشاء المحدد الداخلي وده الطبقة الأخيرة زي برضو وهو عبارة عن جلايل تيشو او زي ما قولنا جلايل يعني نسيق عصبي ولكن له وظيفة مش عصبية حماية او تغليف في الغالب هو غشاء محدد او غشاء بيكافر او بيغطي كل الشبكية وده الغشاء اللي هيكون ملاصق بعد كده للفيتريوس بادي او الجسم الزجاجي اللي هو يمكن هو ده اللي بيفصل بيفصل عن ده متكلمنا في الحلقة بتاعت البي في دي فدول كده هم عشر طبقات الشبكية يعني سريعا كده زي ما قولت احنا كأننا بنتخيل ان بياض العين عليه طبقة الكورويد اللي هي عبارة عن اربع طبقات اوعية دموية كبيرة اوعية دموية متوسطة الكوريو كابيلرز او الشعيرات الدموية وبعليهم الممبرين اللي اسمه بروكس ممبرين او بروكس ممبرين اللي بيبتدي يتبني عليه طبقات الشبكية العشرة اول حاجة الار بي اي يتحط عليه بعد كده الفوتو ريسابترز او مستقبلات الضو او حساسات الضو اوتر ليمتينج ممبرين او النسيج المحدد الخارجي اوتر نيوكلير لير او الطبقة النواتية الخارجية اوتر بليكسي فورم لير او الطبقة التشابكية الخارجية انر نيوكلير لير او طبقة النواتية الداخلية انر بليكسي فورم طبقة التشابكية الداخلية جانجليون سال لير نيرف فايبر لير انر ليمتينج ممبرين او النسيج المحدد الداخلي عشر طبقات دول هما طبقات الشبكي ممكن حد يقول لي طب ايه التفاصيل ازاي ده وليه التفاصيل ازاي ده دي صدقوني هتفهمه اكتر لما هنيجي نتكلم عن بعض الامراض اللي فيها انفصال شبكي طب الانفصال بيحصل على اني مستوى فلما نيجي نتكلم اواجه اتكلم هتفهموا بقى اه ده على هذا المستوى ده على مستوى اعلى ده على مستوى اكبر حتى البي في دي انت دوات فهمتوا يعني انفصال الجسم الزجاجي يعني فصل عن الطبقات الشبكية دي فهمتوا قصدي اعتقد الموضوع ده هيوضح حاجات كتير او لما هنيجي نتطرق لحاجات كتير في المستقبل هنكون وضحت او على الاقل عندنا خلفية برضو انا كمان برضو والله باتكلم ببساطة يعني انا بدتت اخش في تفاصيل اعلى شوية ولكن ستيل ببساطة او بطريقة يعني واحدة واحدة يا واش واش علشان الموضوع ماي لغبطناش حاجتين مهمين برضو لازم نبقى عارفينهم ان الشبكية كلها مش حاجة واحدة يعني ايه مش حاجة واحدة يعني في منطقة مهمة جدا اسمها الماكلة او مركز الابصار هي ماكلة او ماكلة ليوتية ماكلة بالعربي يعني البقعة يعني هي اسمها البقعة الصفراء او الماكلة ليوتية ليوتية علشان لو تفحصت بنور لونه اخدر بيكون لونه اصفر المهمة هي بتكون اكتر حتة محمرية لو حطينا يعني عن طريق فحص قاع العين هي اول حاجة ما كان فين بيكون لو احنا شوفنا العصب البصري العصب البصري هي بتكون في الحتة اللي برة من العصب البصري يعني لو احنا يعني ناحية الخارج شوي من العصب البصري بجوار العصب البصري هي بتكون طبقة ارفع من الشبكية بتكون فيها تركيز يعني من اقل من الروتز اللي هي كما كنا تكلمنا قبل كده الروتز مسؤولة عن الاضاءة اكتر من التفاصيل بيكون في كونز اكتر من الروتز والغاية ما بيكون الحفرة يكون المسطلحات وتيست كين سين دفافية هناك مصطلحات فكرة الماكولة فكرة الفوفية الماكولة دي هي المسؤولة يعني ده زي مركز الإبصار الشبكية دي لها أبعاد كتيرة ودي اللي مسؤولة عن مجال الرؤية يعني ممكن الواحد بيكون شايف أو مركز بعينه على حاجة دي بيبقى شايفها بمركز الإبصار ولو هو مركز جدا أكتر حتة شايف بها هي الفوفيا سنترالس ولكن احنا بنبقى شايفين باقي مجال الإبصار باقي مجال الإبصار ده مسؤول عنه الشبكية الطرفية بقى ولكن مركز الإبصار ده أهم حاجة يعني زي ما بنقول يعني هو ده المسؤول عن الرؤية الأساسية وحدة الإبصار الأساسية كنت تكلمت بلي كده على الكونز ان فيه تلاتة أنواع كونز ريد كونز يعني وبلو جرين وتكلمت عن الموضوع ده في زي بنشوف برضو نبقى نرجع للحلقة وجايز نعمل حلقة عن الرؤية الألوان أو عمل ألوان فيما بعد ولكن أنا مش عايزة طول الحلقة عن كده ومش عايزة دي تفاصيل أكتر يعني لو حد ته يرجع يجيب الحلقة من الأول مش عايزة أبتدي أعود أطول الحلقة عن فاضي وعيد وزيد في نفس الكلام عشان في بعض الناس بتمل ولكن أعتقد أن أنا بس كنت عايز أوضح أو أتخليكوا تتخيلوا كل جزء الخلفي من العين إن زي البنى بتاع الطبقات سامي يمكن جعلصة شوية ولكن زي ما قلت عايزكوا بس تتخيلوا ويمكن أحطي لكم صورة من كتاب عندي لو عرفت أحطها جنب هتبن يعني هتبن لكم أكتر أو هتتخيلوها أكتر قبل ما أمشي دايما زي ما بذكركم يعني ادعوا لأهلنا في فلسطين ربنا يعني ينصرهم ويحفظهم ويهون عليهم ما هم فيه وأتمنى إن إحنا نفضل يعني فاكرين هم ما نتعودش إن الأمور خلاص عادي والأمور بسيطة لا الأمور مش بسيطة ومش مهما طال الوقت طالما لسه لم يتم يعني رفع المعاناة عنهم أو إيقاف إطلاق نار حتى فلسه المعاناة شغالة فأتمنى إن إحنا ما ننسهمش من دعائنا وإحنا في حياتنا كل اللي بنقوله حزبنا الله ونعمى الوكيل وربنا يعني ينصرهم ويستورها علينا جميعا لو أي حد أول مرة يشوف القناة مش بس قناة الضيئة فيه كلام عام بنتكلم فيه وفيه حاجات عن الكورة ويمكن وضحت قبل كده يمكن معلش متوقف حاليا إن الأمور يعني مش طالبة هزار وضحك ولا يعني شوية مش هننكد ولكن يعني لازم نقوي نفسنا أو كل حاجة وتبقى الدنيا حلوة لكن أنا شايف غير يعني ليس من المقبول إن إحنا نكون قاعدين بنتكلم في مواضيع أهم دلوقتي وفي كل حادث حديث نتمنى إن إحنا قريبا نسمع أخبار خير حد ما نسمع أخبار خير ونرجع لنشاطنا الرياضي إحنا مكملين في يعني كلامنا الطبي وكلامنا العام وربنا يجعل دايمن الود موصول ودعواتكو يعني للجميع المستضعفين يعني كلام برضو في السودان وفي سوريا يعني الحل ما يصرش في العالم كله فيعني دعواتكو يعني لكل المستضعفين وربنا على كل ظالم وجبار ويعني زي ما بقول حسبنا الله ونعمل ربنا يدينا العمر والصحة ونشوف بعض على خير الحلقة الجاية أو اللايف الجاي دعواتكو وأقول لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة